المفروض ان اي كلمة تسمحها في المتوحد فكرة تبصم عليها بالعشرة وانت مغمض عينك لان المتوحد فكرة بيتكلم معاك بصورة فاعلية ليه قلت فاعلية؟ هتفهم دلوقتي البس بتاع مبارح للي قابله اتكلمت معاك عن امر مرعب في المشاهدات وخلل كبير في اليوتيوب وقلة غير مسبوقة في المشاهدات قدت الى انخفاض كبير جدا عند معظم القنوات مش بس كده ده انا من ساعتين اتكلمت مع حضرتك عن مشاكل في عدم احتساب الساعات ونقص المشتركين وحسف المشاهدات بطريقة برضو مرعبة اللي بيحصل المتوحدة فكرة نتفاجئ دلوقتي من خلال 30 دقيقة سابقة ان اليوتيوب بيعترف بغلطه ويقول لك ان انا نواجه مشاكل في انظمة بيانات الوقت الفعلي ما يمكن ان يؤدي الى ظهور عدد مشاهدات وتقارير غير دقيقة لاداء الفيديو وده اللي بنتكلم عليه احنا في البس تكلمنا وقلنا الفيديو ده كان جايب 2500 مرة واحدة وفجأة لاناق 2150 فيه 350 مشاهدة اتحذفوا مش بس كده ده نبالح لما نزلت الفيديو لقيت الفيديو جايب 20 تعليق ومشاهدتين والوضع ده فاضل مستمر خمس دقيقة لغات لما عملت رفريش وصل مية ممكن يكون تعويض وممكن يكون عدم احتساب الواحد ما يعرفش لكن فيه خلل فيه خلل صدقني فيه خلل واللي بيحصل ده امر واقعي بقينا كل ثلاث شهور بنمر بيه بقينا كل ثلاث شهور بنشوف المشكلة دي موجودة الاساس الحديث اظن انت اكتر واحد فاهم انا بتكلم فيه هو كأن المشكلة دي مشكلة مفتعلة يعني حضرتك ممكن النهاردة تلاقي ان فيه يوم اتشال منه مشتركين فيه يوم اتشال منه ساعات فيه يوم اتشال منه مشاهدات فيه يوم اتشال منه ارباح او مرة واحدة حسف للارباح او مرة واحدة عدم احتساب اربح او مرة واحدة عدم تحديث ساعات طبعا المشاكل دي بتتوجد بشكل شهري واحنا اتعودنا عليها خلاص مفروض يكون عندنا مضاد حاوي لقلة او المشاكل اللي بتحصل في الوتيوب اظن انت مفروض كده تكون عندك مناعة خلاص انت عندك مناعة بس احنا لازم نكون عارفين ان في مشاكل انبارح نزلت 6 فيديوهات ادى الارتفاع المشاهدات باربع تلاف مشاهدة ولكن مرضو النهاردة في انخفاض وانا بحاول على قد ما اقدر ان نازل اكبر عدد ممكن من الفيديوهات فبالتالي حضرتك لازم تكون عارف اننا وانت ومعظم منشين المحتوى بنمر بنفس المشكلة زي بالزبط الناس اللي واقف عندها الاعلانات في ناس كتير جدا وقفت شغل الناس دي هي اللي هتعاني من مشاهدات لاني مش هيكون عندهم معدل صهور وعشان كده كنت بتكلم معاك بشكل مستمر اشتغل ووظهر للناس والالاب هتشتغل هتشتغل يلا يلا عشان ننجح شكرا لجميع ترجمة نانسي قنقر